مرحبا بالجميع السابعة ودرجة على ايفان محلة راديو هذه حلقة الخميس 30 مايه 2024 من سبور بلويس كالعادة نرجع على اخر وهم الأخبار الرياضي في 24 ساعة الاخيرة نتعمقوا فيها ونحلوها ونعلقوا على كل تفاصيلها كأس العالم للأنديا هل هو مهادد بالالغاء الصحيح من الغالط وكل التفاصيل اللي باش نتعمقوا فيها بعد شوية نحكي كذلك على مسجدات دربي العاصمة رسميا انتقم تحكيم عراقي حكم ومساعدين وحكم الفار من العراق التواجدين للإدارة الوطنية للتحكيم لأول مرة حكم عراقي في البطولة نتعنا يقول أنه في إطار اتفاقية تبادل وتعاون ما بين الجامعة التونسية لكورة القدم والجامعة العراقية نحكيه على الافريقي والنجم اللي مهاددين بالإقصاء من المسابقات الافريقية ومطالبين بخلاص الدين قبل 31 ماي أي حل لتفادي الورطة هذية الموضوع هذي اللي نرجع له تقريبا كل عام في اللقاية هذية نرجع على موضوع الديون وتعليق المشاركات الافريقية إلى حين خلاص الديون وتفاصيل المستحقات المالية لكل من سليمان كوليبالي وبن عيادة دومة زوز ملاعبية اللي عاملين البلوكاش في علاقة بالنجم مرياضي الساحلي كذلك اليوم بش نعملوا الحلقة الثاثة من الوروغايت بش نكتشفوا زوز منتخبات نعلق عليهم ناخذوا آخر أخبار أورو 2024 مرحبا بالجميع نسلموا عليكم نسلموا على كل فريق العديد ملايك في العمل الصحف نسلموا على أمير في الإخراج ويام في الفم تيفي وأميم القربي في الديجيتال ساعت كذلك أنه بشرفقوني في التعليق وتحليل على هذه المساجدات سامير سليمي مساء نور ألا وسهلا سامير تحية لك زروق رحي بكي إن شاء الله الناس كل تسمع فينا مرحبا بكم سهلا بس الحمد لله أهلا وسهلا مرحبا بك كذلك رفقنا عدل بقي بن مسعود مساء الخير أهلا وسهلا ترجعنا أهلا وسهلا بك وأهلا بكل المجتمعين وكل المشاهدين أشنو أحويرك والله سبع الحمد لله عندكش دخل اليوم عندكش حاجة والله عندكش كلاش عندكش كلاش الدخلة تدخل فيه كل شي رد كلاش تعليق أي حاش لا والله لا أنا تفرجت فيكم البارح تفرجت في الحصة كعادتي أنا مش كي سامير سامير معاوش يتفرج أنا معاوش يتفرج حتى يكون غاية يتفرج فيه يروح ويجملة سامير تعرضوا فيديو متاع روح ويساب وعملت عليكم جو آه رئيس حبي تقول أنه فتح المودي البارح ترفع عن الغوص في دي دي تاي بوتيتر ما لهم شروع لازمة قال المصري باول كبير يقعد كبير وكاوه هذي حبي تقول معنا سيفتح المودي راه ونتعلموا منه وإن شاء الله معنا الناس كلها تقرب البعض وإحنا راه وحتى كيتكلمنا مش في إيطار رد أو إحنا ولن نشله في بعضنا لنقبل في سامير باش يتمس ولهو ويقبل فيه هذه حاجة مبدائية بالنسبة لي نفهمت ثانيا معناها من أجل توضيح بعض الأمور من أجل تقريب الناس البعض مش تفريقهم على بعضهم طبعا وانا جمتان توجور ايو ريكسيون تري بوزيتيف دو لبارد سسمو مروين مروين ونعرف ولد باهي وعاقل ونخش يحضر وله مش تاني عالم ومباشر عالم ومباشر باهي أهلا سلام مرحبا بيك أولي سعبد الباقي مرحبا سامير السلامي بالله ثم كابتور دي كرام قادية اللي بعتولي فيها عدد كبير برشا من المتابعين سلموا عليهم الكل وكيف كيف بعتوها السامير وسامير يسألي عليها بالله رأى ثم تصريح قادية دور في الفيسبوك رأى وما فهمش منه لا صار منه ولاهو بيصير منه تصريح منسوب لوليد جرفالة في تصريح الإذاعة EFM معلها هكا تحديدا الإذاعة EFM يقول سنقوم بالانسحاب من مباراة الدربي لو قامت جمهير النادي الأفريقي بإشعار الفلام أو تنزيل دخلة توسيق للسيد حمدي المدب أو سليم شيبو به ذاية هالتصريح لكابتور دي كرام المنسوبة الوليد جرفالة في EFM مراهي ما صارت شو ما فهمش منها واللي صدقها ولا يمشي فيها شوية ثني ظاهرة ليهي اللي هبتها ذاك اللي سيد اللي هبتها ودارت برشا وبعطوه هالي حاطير للتوضيح يهبت الفيديوته هذا معقول طوين وصلنا بري ما ما يصدقاش نتجاوز ونتجاوز ليه ليه جوز توضيح مهم جدا على خاطر محتوطة على فهم مجبوضة في الله في الله كي والا وستوديو متيعنا ودراش نوع اي حاطيرو تصويرا في السجوم تيانا ويحد بالله العبي دوك تصريح مفهمش منه ولو انه تصريح ضامر دي نختناع انه ضامر مخدوم ممليح اذا البداية البرح كان غائب علينا سعبد البيقي البرح كنا نحكينا على قائمة المنتخب بيش نبدو بيعود على قائمة المنتخب لانفو دي جور انتين لي برليكن سعبد البيقي في علاقة بملاحظاتك في قائمة المنتخب والله هنا انا اشاطر الرأي اللي سمعته البارح من سمير وسيفتحي بكل صراحة معنا جلوب المون وشاطر والرأي ما عندي ملاحظة انا اونترونال نسيونال عايت للي تحب امورك نحاسب كبعد بالنتيجة نعطي ملاحظاتي كلاعب قديم سمير لاعب دولي قديم عنده شرعية انه يبدي رأي في المسألة ويعرفش معنا اكيب نسيونال انا ما ندخلش فيه لانه نقصتني التجربة هذي اللي عند سمير اهي نتذكر ونولي نسمع سمير وامثل سمير ما انا نجم نحكي عال عال ما يحيط بالامور الفنية طبعا اهي انا كيف انت نحيت الزعلوني وتقع يا رسول الله ما تستناش بعد الدربي تعطيها القائمة كي عطيتها انا طوش جزادتنا انت ما عملش نتوصحها فيها وما عطيتناش فرصة باش نتناقش معاك علاش هذا وتعرف انه خاصة دي جون جوسيد بارتيكوليار مو زعلوني مازال صغير بارابور لتقع وتقع اللي مأملين بعض اللي سارق بل انه هم عندهم الدربي ديما نرجع معنى شوية ذوق في التعامل مع الاحداث خلي الرجل يكمل ماتش وغسرت وكبست وجمهور يستنى فيه منا ومنا فهمت وكذا وبعد يا اخوي كي تعطيها انت جوس بعد الدربي تقول هاي القايمة فهمت اي يلزم راو هذا يدخل في اطار تهيئة الملاعبية هذو ما للمستقبل المستقبل المنتخب راو داخل في الفورماسيون تياهم راو داخل في تأهيلهم يلزم تعرف كيفاش الملاعبي تحطوا ديما الاز تحطوا ديما حاذر باش نهار تعيط له تقاه بيدي وسقيه معاك فهمت تقولني ما تأثرش لا تأثر اخويا تأثر تأثرش واحد في المياه عليهم حدا في سانية تأثر انا كنت حاطت في مخي ساي عام وعيط للمرة الاخرى طيب كان معايت ليش اقبل والله صحة انا نحب نفس نتسائل زعلوني شنو اللي تبدل فيه بين المرة الاخرى بين ماشية مصر وتو شنو نتبدل اه الراندمن بتاتر اخويا الملاعب لكيب نسونال راهو الراندمن متاع ويطلع يهبط يهو ملاعب كيب نسونال او مش ملاعب كيب نسونال مدام عيطلو معناها راهو عندو عندو الشيب متاع لعب المنتخب يجب تيما من اخبار بكيبار ويطلع منعي طلوش المنتخب بالماني ولا ميسي طايع الفور منعي طلوش ولا مرادو نطيح الفور ما عندو منعي طلوش مش من المفروض انو اللاعب زاد عندو انو لازم يحافظ على المستوي هذك انتي باش تدالك الفور متاع وقت ضيح اتعيط لولي كيب نسونال وقت زيت تعطي في روح وزيت التلهابي وزيت تحكي معاه وزيت شوف ناقص وإذا كان فيزيك متاع متاعك التلهابية اذا كان مديك بانك في جمعيت ومعندوش امكانيات باش باش حافظ على فورمت وثم مشاكل في الجمعية خلتو يضيع الفورمت وإلا انتي متاعرش تختار من الأول وإلا الملعبية هذو مش بتاع منتخب وانتي قبل عايي طلم غالط لن وحاجة اخرى عندك ماذيف برابور للبارح سامي رابع سياق وسؤال كنتي واجي الرندمان الرندمان إذا كان مش نقايبوا بالرندمان لأنه المنتخب هما ديم يحكيو على منتخب هو عائلة وحدة وكذا والملاعبة في المنتخب خاصة في القائمة الموسعة اللي تيح شوية نهزو اكلي متاع الجروب اما زاد ثم زاد على فوروم دو ممان صحي وتم ملاعبية يخرين في البوست صحي ثانا جينا إذا كان مش نحكي ونحي على الاعتبارات هذي الكل ونحكي رندمان في المجموعة الحالية فاما أثناش الملاعبة ما هوش يقدمه في الرندمان موجودين طوى في الإكيبات الصنال آية شاعة ما لنهو جملي نبطلوا الملاعبة كين نسميو طوى نسميو فاما شكو مم بات توليخ في الإكيبات بتاعه وطوى موجود كانت حاب رندمان صحيح ملا سمحني ملاحظة راشيقة من عند عبدالباقي اللي قبل الدربي رندمان تقايي رندمان بتاعه خايب عادي رندمان بتاعه هو نفس رندمان اللي عايط له عليه المرة الأخرى ما تبدل شاية حتى الزعلون يخي ما تزويحت بنتانتر ممشيش فيه بيح وبدلوقت منذر كبير وبعد رجع على بلاستو وبعد رجع على بس علي دونك فما اختيارات كانت قولي اختيارات فنية نتنيق شوفيها اما التوقيت كيف كيف توقيت ما هو شي مليش شيرتوا انوزوزوا ملاعبية بسامير ما ماش دي تيتويلير انتي جايبهم لكيب ناشونال باش يدخلوا في جو لكيب ناشونال من أصله عليش تعمل لهم القصة هذية ممبي هيدا بنسبة لكيب ناشونال ما عندكم ما ضيفو بلنسبة لكيب ناشونال تونسية كانوا قادرين انهم يذيفوا للمنتخب يعاونو خاصة امام تراجع النجوم اللي يلعبوا لبرة نتكلموا هنا على بعض لاعبين ملعب التونسي زوزو التلاثة كانوا نجموا يكونوا موضر خضراوي مناعي نتكلموا على الخضراوي نتكلموا على بن عبدة نتكلموا على الجويني كان حتى رونط ممتع وطاح شوية لكن ينجمي عاون نتكلموا على المناعي المستير نتكلموا على حارس بلحسن فاما ملعبية صبري ده فاما ملعبية وصبري عنده خبرة المنتخبات حتى للشوار هو حارس اول في المنتخب فاما ما نحكي ولعب منديال في الكدي فاما ما نحكي في الحالات لكل مزانا في متابعة المنتخب الوطني التونسي في انتظار باقي السعدادات والبواندو بريس اللي بيش يصيروا تونساني و بواندو بريس لكني قديما راه تمنفرق بين بواندو بريس قبل سيانس دانتريمون نستددى مزلوب بها ككل متين وهاي بشتد سيانس دانتريمون بين كونفيرنس دو بريس اللي تاخو وقتها والطول وكذا باي كاس العالم للأنديا مهدد بالالغاء تساؤل هذي يجينا من عند صحيفة ذوسان في التقرير اللي عملته اليوم نحاول لقص الموضوع ساعات الماضية شهدت أزمة في خصوص بطولة كاس العام للأنديا وأصل الأمر حادة تهديد بلغاء البطولة النهائية أزمة تتمثل في التهديد بالمقاطعة من جانب روابط الدورية الأوروبية بقيادة ريشارد ماسترز اللي هو رئيس رابط الدوري الإنجليزي الممتئس البرمير ليج عن البرمير ليج متحفظة خفير تيباس رئيس رابط الدوري الإسباني ومولونغو رئيس تنفيذي لرابطة اللاعبين المحترفين دونك ذوسان صحيفة البريطانية ذكرت أن الروابط هذية تاخذت موقف جماعي وتفق على رفض شكل البطولة بالنظام الحالي متاحها مش البطولة هي في حد ذاتها بل النظام الحالي وجده المباريات وأنه نظام بطولة ذي بشي أثر على استعدادات الأندية للموسم الرياضي الموقف الـ 25-26 الأمر هذية نجم يوصل للتسعيد واتخاذ إجراءات قضائية ضد الفيفا في صورة عدم تجاوبها إيجابية خصوصا أنها قبل زادة صار نوع من التحفظ والتعمل من قبل نفس الأطراف والفيفا تجاهلت تماما المخاوف هذية وبالتالي دونك يعتبرون أن توقيت مونديال أندي يتعارض مع الرحة اللي يفترض أن يتحصل عليها الملابية قبل بداية الموسم تعليقك سامير تعتبر أنها زوبعة في فنجان وإلا تنجم تمشي للأمور الجدية زوبعة في فنجان لا هاي شي زوبعة في فنجان يجب أن نأخذ الأمور بكل جدية أول ملاحظة الساعة أنه ما كانش فيما تنسيق بين الفيفا وبين كل المداخلين في المواضيع هذية معناها النوادي والرابطات والجامعات وكل الأمور هذية واضح أنه ما فيماش فيما تنسيق لأنه لو كان فيما تنسيق ما نوصلوش إلى الوضعية هذية هذية النقطة الأولى وبالتالي الفيفا امشيت في تمشي اللي هو اللي حبوا يسوي قولوا ترويج لكرة القدم وعطاها أكثر ركهة وأكثر أهمية ولكن الواقع الواقع هو أنه الفيفا همها الأول بعد يجي الثاني هو ربما تحسين الكرة همها الأول هو الربح المادي هذية نبدأوا فيها وثم لسبونسور ودنيا هذية الكل وبالتالي رصد مبالغ مالية محترمة للنوادي هذو ما تشجيع عليهم للمشاركة في الواحدة هذية خاصة الأنديا الكور بالنسبة للمبلغ تسعة ولا عشر مليون دولار بالنسبة لبعض النوادي بالنسبة لبعض النوادي هي ثروة وبالنسبة للسيتي والريال هو بقشيش هو بقشيش هو مصروف حكاية فيرغة 30 مليون دولار وتتكلي الملاعبية متاعي وبالتالي فما مشكل موجود كان نرجعو بالتدرج للسنوات الأخيرة واللي كمبيتيسيون واللي ولي ولي ورابعضهم ولينا نوصلوا لملاعبي في العام يوصل للستين ماتش راو نحكيو على البطولة الإنجليزية نحكيو على تقريبا اللاعب يوصل للستين ماتش كبروا في البودجي وجيبوا ملاعبية كالدوبلور زعمة كومكوا وليت الحاجة جديدة تدوير المدربين للإفكتيف والأمور هذي كلها النظر لني أنه كان نضر إيه شرجي برشة لكن ولينا نحكيو على كورة راو ملاحد للثنين للثلاث كل نهار في الأسبوع لازم تلقى مباراية واحد الثنين البطولات القرية هذية نحكيو على أمام إفريقيا أمام إسيا نحكيو على كاس العالم نحكيو اليوم في الجزء أولمبيك نعطيك اكزامبل في الجزء أولمبيك اليوم سكون ذلك بريسة كيمبيان كيليان بابي يلعب ويلعب شو توريزة سوى من الكلوب بتاعه وكذي أشرب حكيمي ديريان ما باريس سان جرمان سمحوله وعلى ما ضد وعلى ما ضد أنه وش عليش لأنه اللاعب ما يقعد في النهاية إنسان والإنسان لابد عليه مراح هو الموظف عنده عنده يكون جي في العام بشهر هكا ولاه عنده شهر يأخذوا الملاعب يمتلكون من حقه أنه يأخذوا الشهر ذاك وأكثر من الشهر لأنه يقوم بعمل مجهود يطلب طاقات بدنية وذهنية كبيرة ياسم هاي هو فما زوز معطيت تم راحة اللاعب بعد ما توفى السيزون وفما المرحلة التحذيرية للأنديا قبل ما تبدأ السيزون واحد كيمة ريال مادريد خمساش مليون أورو ولا عشرين مليون أورو معتا تدخل ثلاثة مرات قادة كي تعمل دورة كالتورنيلي في الشين ولا في أستراليا غين كي يجيوا العباد يتفرجوا في السيانس دونتريمون يدخلوا عشرة مرات أكثر منهم هذا هو الإشكال بالمناسبة ما كانش فما التنسيق من اللول بالكل في الناحية وانا نتصور أنه مش تتطور الأمور مش تسعد الأمور أكثر وأكثر تعليقك ساعب لبقي سامير خذك الجانب الرياضي من الموضوعه هيت خاننا يخذوا رأيك في الموضوعه هيدا 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 المطلوب أولا الريال والسيتي راو كان يشارك ومش وشارعوا حوب تسعة مليون أورو خاطر الريال والسيتي عندهم بدي شانس على الأقل بش يصلوا دمي فينال مشارعوا حلب خمسين ستين الخمسين هيدا يخوفيها في الكوب دورة دكار معناها لا فالور هذية بالنسبة للريال والسيتي تحسب أطرمون التونس والفارقة واحد تحسب حد تسعة مليون أورو مي الأخرين ثم أندي فيه متاع تيترو بوديوم وعلى بوديوم ركبش تهز برش فلوس واذو ما أندي قدامها بوديوم تجم تحارب عليه وتجم تهزو ثانيا الكوب ديوموند هذية تم العلين عليها عامين قبل إجراءها عندهم عامين رامل انجليز ولا ثم قدمهما ولا ثم أوصفهم باللي تحب قدمهما الانجليز يحبوا يكونوا هما أصحاب الكلمة فيما يسمى بكورة قدم لأنه بالنسبة لهم كورة قدمة متاحة ثالثان سمير راول فيفا ما تحكيش مع الفارقة فيفا تحكي معالي زاديرون متاحة هي الاتحادية الاتحاد الانجليزي الاتحاد الانجليزي عندما طرح مسألة الكوب ديوموند لنظمي الفانسينك لم يرفض تشافيها تبنيها ياما في الانجليزي الاتحاد الانجليزي في الظمورة مالاتحاد الفيفا ما تحكيش معالي شنستر سيتي تحكي مع الاتحاد الانجليزي اللي كورة قدمة ياما البواء متاع الربطة متاع البريمير ليك أقوى من الاتحاد تبع التالي تون شوفوه الموضوع مش كمالربطة متاعنا في تونس تبع التالي تون دوي شي وقت لانه الفيفا يهمها انه تقوم بتجربة المونديال متاع الفين ستة وعشرين يمستير في امريكا من خلال دورة اخرى موازية تصير قبل بعام ولي قبل بعام ونص وهذه هي الانتواصيون بتاع وامريكا بدها امبليكي في الموضوع وحاشتها بالمونديال هذا يسير ام 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 تشوف هناك تولدت داخل للمصالح الانجليز احنا هما الكورة واحنا نقرر واحنا نجبنا نكون صحاب كلمة الامريكين حاشتم بالدورة الفيفا حاشتها بالدورة وفلوس الدور وكذا ام ام احنا الصراع ما هواش هيين بالشكل ذا تقول لي انتي تجم تبطل تجم تبطل مونديال الجينيور اللي قبل متع الارجنطين ما يبطل وترشحنا حنا دولو سفر حنا شخنا وجيت كورونا وبطل ينجم يبطل حتى كانت حط في الارجندا تتلبيه بعض غدوة يجم يبطل تعرف عليه انتي هذي يا ماهون يبطل على عام وعامين وعلى ثلاثة تش يبطل لأي سبب المسابقة ولا بالفورماء متاع 32 نادي قصدك معناه تنجم تبطل المسابقة لكل سبب من الأسباب تشوف السخانة اللي ضرب على العالم توا والصراعات الموجودة والهم الازرق ما تعرش ينضم الفانسيكش مش يصير خوي وما تعرش حتى مونديال الفين ستعشرين يصير ولا ما يصيرش والنقاش هذا مشيبطة ديما موجود يفعل لزانجليين وليد حرام عندهم 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 مصالحهم عندهم أمورهم الله وعلم بيهم كيفاش يخموا عنا تواعي رابطة متاع الانجلوتير وعنا الاسبانيول وعنا الفيف بروه اللي يدخل شوف تقولي انتي راه هو في فترة الاستعداد الموسم حتى المونديال راه وفي فترة الاستعداد الموسم مره كل اربع سنيات oh hi here a mtj好 veramente كل اربع سنيات مره عام مونديال عام اندياء عام كاسوروبي تلقى روحك معاش خارمي والك اللي يتلعى فيهم الكلة مترفيحة الفيف فتخلك برمج على اسي سيات او لطيدة البرامج انتهت وثما الكوب دافريكرو في اه كوب دافريك يا راجل ايجي نقولك مليح بالنسبة للقطر او كاس العرب وتنظيم مقبل البعام عبكيه من ناحية تنظيمية لكن دفع دوفي عاد فيه مبالغ مالية طائلة ودورة قطر دورة استثنائية مالية قوية جدا ما ندخلوش فيها هذيك موضوع ثاني معنيها واحد اثنين الانجليز فهموا انه بطولتهم كل اسبوع عندك ماتش صعيب مع الاخر مع الول مع كذا صعيب هذيك عليش الانجليز حاليا قاعدين بسداد مراجعت ربما حتى نوعية البطولة متاحهم عليش لانه المنتخب الانجليزي وحتى الانديا الانجليزي ما عندهم حتى حظوظ انهم ينفسوا الريال ونفسوا بارسلون ونفسوا الميلان لانه بطولتهم قوية بدرجة انه الفريق يوصل في افريل وماي من هكو القوات واذا زادا نعكس على المنتخب الانجليزي بعد شو انا احكي وعلي خلص نحكي على المنتخب الانجليزي ليه مش نقولك ما يش كل الانديا الانجليزية مش شارك ره ليه نعرف انا كي منخرج من بطولة انجليزية فيها اربعين ماتش ولا ستين ماتش الماعبي كل اسبوع قوي بالدرجة هذيكا راني نوصل في جويدي هراني ميت نوصل ميت وهذا عليش هما الملاعبية في الرابطة الانجليزية لكلهم الملاعبية متأثرين بشي ذا الفيفا من غاديكا ومصالح بطبيعة الحال اقتصادية شركات قوية متغرغلة بين امريكا وبين الواحد هذهم كلهم عندهم مصالح اقتصادية مالية هكي همهم الاخير كورة القدم راو اخر همهم كورة القدم اتشارك يوكوهاما ولا اتشارك تلاله هو المهم الربح المادي والربح المادي باش يجي يجيب الاندية الكبرى وبالتالي وبالتالي المباريات وبالدروات اللي ازادة اي ناخد مصعب البيقي معكا حتى السيتي راو هم وجودها الكل وهو مصالح مالية بطبيعة طبعا بطبيعة طبعا بطبيعة قدم كلها ولد مصالح مالية عند الفيفا وغير الفيفا لا لا متافقة معكا لا ما ان يقول لك حاجة راو الانجليز بالنسبة ليهم كي تقول لهم كورة قدم يقول لك احنا وحنا نقر وحنا نعملو اما كايش يمزير شيء هذي كعادتهم مش جديدة عليهم مباهي ولا وانه لينا نتفق انه الموضوع متاع الغاء المسابقة الكلة في حادثها راهو بعيد كل البعد على انه يصير فرضية ما انتها لي تتجاوز نسبة حدوثها الواحد والاثنين بالمئة بعيدة على الواقع تبقى تما تود باو ثم الضغط صاير في الاتجاه هذي ثم الضغط اما صعيف باش تلغى الدورة هذيه والفيفا تفقد المصدقية متاحها ليه مستحيل ان تلغى الدورة هذيه ولكن هي ضغوطات ربما فما امتيازات مالية اضافية تمشي كذيه ممكن هذيه فما ضغوطات فما حاجات سايرة فيك فما فما ضغوطات مش كل مقالش تصير حاجة لان فانتينو بيدو كل شيء ليه ذيك حال قسوة لان فانتينو بيدو رواه متاعهم نضيفك وكان يجيبوها للتحيين هذيه دوه العوضولو دي خبت كل رقم انت فعلوا مع اخونا سي رضوين حاتكم وطير قالها مع انت مصر والاهلي اقوى ميديا في العرب ما في بلهم شو توم اعلام العار مخارجين حكاية جمعة دربي جمعة دربي مع انت ثم مؤامرة ضد الترجي لجمعة دربي ونحن اعلام العار باهي طوى طوى الاعلام لحظة انت طوى قارنت اعلام العار التونسي بالاعلام المصري الطيارة لي ما يطاير بالنس لكل عمره ما يغلط اول حاجة ما جبنا حاتشي لهم من ريوصنا لهم الاعلام مصري بل جبناه بعرف العروفات متاع الاعلام متاع العالم الكل هما الانجليز بيبنوية صحيفة دوسان وعديني لكم لكافتور عديني لكم لتيتر وعملنا ترجمة حرفية للارتكل اللي خرج اليوم مش نحنا خرجناه جمعة الدربي طوى نمشي لجو دوسان تتآمر على ترجي خاطر خرجوا حكاية تيري بارليشوفو جمعة الدربي فاصروا رجعين مش نحكيو على الدربي والحكم العراقي بعد شوية نكمل في سبوغ بلوس مع ايمان زروق على ايفام احلى غاديو ماثنين الجمعة من سبعة لثمانية متعليل ايفام سبوغ بلوس ايمان زروق اهلا سهلا مرحبا من جديد اذا انتقم تحكيم عراقي للدربي الحكم هو احمد الكاظم نتعرف عليها الارقام تاعه والمردود تاعه ساميره وحكم دولي لكنه العام ذايا ما دارش مباريات معناتها الا في الدوري العراقي ما زافرش في كاساسيا مؤخرا في قطر في الفين وثلاثة وعشرين في جنبي ادارة الوطنية تحكيم تقول ان التعيين ذا جا في اطار اتفاقية تبادل وتعاون بين جامعة نسية الكورت القدم ونظيرتها العراقية كذلك تقم الفار باش يكون عراقي تعليقك على التعيين هذي؟ على الدولة في حد ذاتها؟ على الحكم في حد ذاتها؟ هل فيش اكوائلا لا اول مرة حكم عراقي؟ العراق راهوا مدرسة كوروية كبيرة ياسر اللي تبع على الكورة يعرف انه العراق في الثمانينات وفهمتني والملاعبية لعدنا ان الرجال واحمد راضي وكذاه والرشيد العراقي ومندراك ودنيا اخرى حصلوا عراق منها منبع متع كورة وتوى حاليا كذلك العراق بعد الازمات اللي سرتوا ورجعت الكورة ورجعوا بناء الملاعب ما انا افهمها واحد الاختيار على العراق فجأني لانه معناش تجربات او تجارب سابقة مع التحكيم العراقي ولكن انا مقتنع انه المباريات مش كانت دربي بعض المباريات او كل المباريات مذبية درقا للمشاكل والتأويلات التحكيم اجنبي بالنسبة لي انا بعض المباريات في البلايف نس كل طالب حكم اجنبي وماتشويت لكل دي سيزي اش ما زالوا ماتشويت حطوهم حكم اجنبي كل اجنبي حطوهم حكم اجنبي اللي يطلب اعطيه حكم اجنبي حماية للحكام التوينس حاليا الوضع لا يستقل الوضع متشنج بدرجة كبيرة هاني مكان مش في الدربي حتى غير الدربي اللي يطلب فريق جيبه حكم اجنبي يهو عمليون قنا نفس الكلام ساميروت عمليون قنا نفس الكلام حماية للحكم التونس يقدرش نقودو نحكيه انو حميه فيه زاد الحكم التوصي حاليا الوضعية يتحمل مسؤوليته وراهو مش معناها استنقاس من تحكيم التونسي لكن حماية لتحكيم التونسي والله الاعظيم يغلط غلطة حتى غلطة معناها دنيا تشعل عليها وبالتالي انا معاه حاليا التحكيم الاجنبي عربي او اوروبي او غيره لكن انا هنا مش نسائل مع باكي شوية معنا نرميله الكورة اه الاتفاقية معليها لاك انا ما اسمعتش بها اوي اه لا مجلوس انا ما الحقيقة انا طويس يعد بيقى يعطينا الى التفاصيل لا الحقيقة والله بالحق ما عنديش معلومة انو عنا اتفاقية على تبادل الحكام بيننا ووقتاش الاتفاقية ذي صارت وعليش كيفام الاتفاقية ما متعملناش بها وما جبناش حكام ولا حكمنا مشاوه نتوجه لك بسؤال سيعاب الباقي اه يقول بالنص البلاغ انو الاتفاقية تبادل التعاون بين جامعة تنسي اللي كورة القدام ونظيرتها العراقية اه ووقتي صارت الاتفاقية هذي وش بينا في بلناش بها اسكو جديدة اسكو قديمة وقعدت فعلت حطنا في الايطار البلاغ نقص تدخيقه برا معناه اه الاتفاقية قديمة منذ عودة الاتحاد العربي لنشاطه اه امضيت اتفاقيات بين الاتحادات العربية الكل فيما بينها لتبادل خبرات ولتبادل كفاءات وباش نعملوا دي سيمينار عند بعضنا ونغرب تبادلوا ملاعبية ونتبادلوا انترنرات ونتبادلوا كل شيء العرب بين بعضهم مش تونس عراق لا لا فيتار الاتحاد العربي موجودة بين تقريبا تسعة وتسعين في المياه من الاتحاد العربية فيما بينها مش تونس عراق مش تونس عراق مش تونس عراق مش تونس عراق ثم فيتار تضامن العربي والتعاون العربي في مجال كورت القدم لم هناك اتفاقيات لتبادل خبرات المتعلقة بكورت القدم باو بتاتر التنسيس هنا في العلام لم يكن بالدقة المطلوبة باش الناس تفهم شنية الاتفاقية وقت الجيت وعلى الجيت لادا قديمة ونعرفو عن النوادي الجري كان موبر الإكزيكوتيف في الاتحاد العربي ايه ايه وصارت برشة اتفاقيات من هذا النوع بربي عم قينا بقتر الاتحاد باو ثم فماش اربع خمسة سنين ثم اكثري اكثرة هون بجيبنا شي حكام عربي ولا حكام الإعراق مش جبنا المثار وثان في اطار البرتونايريان أخرى اذى اخرى هاي ايه اذي ايه اذي اتفاقية اخرى ايه الكلهم هم يصبوا في نفس المصاب معناها انه عربي بعضاً تعاونوا وتجب منتكون عندي اتفاقية مع الاتحاد العربي واتفاقية مع الويناف في اطار الويناف الاتحاد شمال افريقي هorthانا تكون عندي اتفاقية اخرين هذا لاو longadıك فهمتني هذه هي مسألة شكلية الأهم من هذا أنا مع سامير في أنه في الاربيتراجي ترونجي لسبب بسيط ومش نكون واضح نسمي باللسب بالنسبة لي أنا الحكم الوحيد اللي يجمي زفر الدربي هو هايتم جيرات هايتم جيرات الدربي هذا ما يجمشي سايز زفر لسببين أولا مصاب ثانيا لأنه لم يكن مقبولا من طرف طرف من أطراف الدربي اللي هو الناد الأفريقي اللي هو ما عجبوش الاربيتراجي بتاعه في الله لي أنا توليك يتعاود وتحط له هيثم كي أنك تبروفوكي فيه وتولي غلطة هيثم ببعير وقتها يعني خطر الاربيتر رأم مش يغلط حتى العراقي توم معاتش أنا كان هيثم اليوم في الاربيتراج الأخرين بكل صراحة والنوم ما اللومش علجنا رأى رأوا ناجي جويني كيما كان الانترنور اللي جبته في وسط السيزان قتلوا هزلي شامبينا وشتلفت قالم لعبية ورأوا منقسين برشا مش حاضرين فيزيك مو مش حاضرين اللي هي جذرية في وضعية كيمية طوى متاع الدربي هي أنه يا أخويا نمشي للاربيتراج الجنسية تعليقك عليها عراق العراق مدرسة متاع كورة مدرسة متاع تحكيم العراق ما عليش ليه معنى إذا كان عندها كورة متطورة معنى عندها حتى حكيم متطور ثم ثم حتى شكيل هو جيونا البيترويت فرانسيس وآآآ هو مش يزافر في اساس بساروية وظهر وسافا باها هو جيونا من موريتانيا هو جيونا عاديش أي ما هو تاوي اللي يسمع فينا يتسائل شعنده زيت بارابورلت وينسا بخلق نحطه على جنب حكاية المتاع الضغط والبريسيون وكل شيء هيدا شعنده زيت هيدا ما هوش قاعد يزافر في اساسي اللي عنده زيتا نوبعيد على الضغط هيدا شعنده ما عنده حد شيء زيتا أنه لاو كلو بيش لاو مكشخ لك مش تقول له وانتي صاحب سامير السليمي ولك مش تقول له وانتي صاحب آآآ ثمين بن عبدالله آآآ فهمت أنا على الأقل الشبوهات هذية التي تحوم ديما احنا ديجاه هايثم آآ يتواليستو خلينا نحكيه بالله مفضوح آآآ ولم يسلم بعد الديربي ولاو حد ما مش يخرج لك راضي حد ما آآ لور في آخر الأمر بالنسبة لي يا أخوية هو أجنبي غلط معاك ضدك اللي غالب أجنبي وفهم حاجة مهمة أخرى كون الفار كذلك كعراقي معا بيأسير كان حطوا أربيط العراقي وحطوا جميع أخرين وقتا شي ما عمنا دونك مهم برشة أنه الفار كذلك عراقي كيف كيف قاعد نقل زيتا في برشة كومنتاريت سيوي في لا فيدي أو زيتا في وسيل التواصل للشماع يقولون بطولة عراقية ما فيهش فار كيفاش جيب واحد من فار لا رأمهو سيح البطولة العراقية السنة أول موسم في العراق بتقنية الفار والبطولة العراقية كل مبارياتها بتقنية الفار وهذاك عليش دونك تقم التحكيم الكل وحاكم الساحة الزوزمساعدين وحاكم الفار بشيكون من العراق ونأكدو المعلومة أن بطولة العراقية فيها تقنية الفار يقع استعمالها كل أسبوع وفي كل المباريات نحكي تصويت على أنه جمرياضي لسحلي ومساجدات الديون موضعنا في شفر دو جور شفر دو جور دوسي بن عيادة مليار ومئتين دوسي كلي بالي ثمانية مئت مليون قبل نشوي كنت في تيسال معنا تقل اسمي لنجم رياضي سيح اللي يسي قيس بن نحمة ثلاثمين ويدخل معنا اعتذر بكل لطف لكن تاني بعض الموطعيات هذو ما زود دوسيات اللي ساير فيهم بلوكاج اخر أجل اللي خلاص الديون هو واحد وثلاثين ماي وإلا النجم السهلي سيكون مهدد بشكل جدي بالإقصار من المسابقات الفرق نحكي عن نجم رياضي سيحلي الأمر الذي انطبقت زادة على نادي الفرق ونادي رياضي السفيقسي أكد اللي زادت سيب بن حمد أنه ثم أكسيون على قريب بش تصير مع الجمهور ثم زادة وعود ودينيغوساسيون صايرين مع الجامعة تونسية لكرة القدم حول أن الجامعة بش تحاول تدخل وتراسل الكاف حول دليل ذي كمتاع واحد وثلاثين مايلي هو غدوة سيقع تمديد فيه معانتها إلى أجال أخرى حتى يلقوا أكثر وقت بشي اللاجموا يلموا هزوز مليارات مليار وميتين بن عيادة كل يبالي 800 مليون أكبر إشكال بالنسبة للنجم رياضي الساحلي هو التاريخ معناها غدوة أكبر إشكال لأنه المبلغ متاع ثنين مليون دينار النجم رياضي الساحلي قادر أنه يوفر والمبلغ هذية ينجموا معناها من خلال أحباء متاع النجم من خلال الميسورين رجال أعمال كذلك ينجموا والهيئة تسريع في نهارين لا لا إذا كان يوخ إذا كان يوخ لا في نهارين مستحيل في نهارين مستحيل إذا كان تدخل الجامعة التونسية لكل قدم من على إشكال الجامعة موجودة ولا حالية تدخل بطلب عاجل بطلب عاجل للكاف ربما لتمديد نوعا ما أقصى ما يمكن ما نقولش خمستاشر يوم إذا بيه يشهر إذا بيه يشهر ونص ميسير خلي النجم تتفرهد والسياسيس والدفريقي يتفرهد ويلقاه مجال للوقت أنهم يخلصوا تدون ذي ذي من ناحية الشكلية مزيلت عندها القوة متاع الفيديراسيون متاعها منها واللي اللي تخليها تمشي تتكلم والله من مصلحة الكاف لحقيقة ما نبدوش زادها خطر الفيديراسيون كهي أوكي الفيديراسيون ما عنديش نفس القوة متاع عاملة من مصلحة الكاف معتش فهمة ويدي على الجاري من الأخير من مصلحة الكاف أنه كذي كنوا موجودين في الكمبيتسيون بتاعها طيب العكس الشرف لهم معناه وجود أنديا شعبية وعندها جمهورها وعندها كذي بالعكس تزيد تعطيها قيمة وقدر هي هكا ولا باكي أي من رحية قيمة معناها الكاف يجب ما تتعاون في موضوع ذي نحات اللي توال ولكلوب بش كون مش تجيب يكيب مع تيرام أي ما مدى إلى أي درجة تنجم تتعاون الكاف تتعاون مش توخر في التأخير لا لا ما قلت شي أنا مش تسامح فالواحد لا تتعاون في التأخير شنو اللي ذر كان وخرت بعشرين يوم ولا بشهر تقول لهم أخويا عندكم مشهر لنهائة شهر جوان فضوا أموركم ما كانش راني بش نأخو الديسيزيون بتاعي وفم فرق أخرى بش تشارك هذي من ناحية من ناحية أخرى مبلغ متاع النجم الرياضي الساحلي مبلغ معناها قادر عليه لتوال اللي هو ثنين هكا ثنين مليون دو ثنين مليون ثنين مليون دينار من ناحية الأخرى من ناحية الرياضية البحث أنا شخصية سيسس والنادي الأفريقي ما يشاركوا في حتى مسابقة أفريقية هذي من برشة طوام مشي يقول ووش بي هذي شنو معناها تشارك المسابقة مالك فيش شي سيرك لسموه هو الأول والثاني والثاث والربع لا أنا نتمنى نتمنى أنهم ما يشاركوش دعرف علاش أنا عندي اعتقاد راسخ أنه اللي حبي يشارك سيرتول أندي هذوما راهو المشكلة اللي يقولوها بالسناء هو الكاف خاطر الكاف عملتنا بالنادي الأفريقي مشاكل كبيرة مشكلة للنجمة الساحل السناء من المشاكل أنا خرجت من دولة المجموعات نزربو نحبو نمشيو للكمبيتسيون أفريكان وحنا ماناش حاضرين عندك جمعية تنجم تنافس بها لأنه الله غالب سي اس اس كي تدخل كمبيتسيون أفريكان لأطوال والنادي الأفريقي يرزمها توصل أقصى ما يمكن إذا كان تخرج من الدور الأولاني تولي مشاكل في وسط الموسم تخسر منه وتخسر منه آآ تعليق سي عبدالبيق يسؤلي لك أي حل يتفادي الورطة هذية لحديث روعة ثلاثة هما مش كان على النجمة الساحل المنتهى به سمير السليمي هذك هو راي روكي تشوف لي توال أنا هذك كليبالي وبنعيده كل مرة نسمعه خلصه وباقي كان يجونهم تولد ليه ما هو أقصات هما فهمت وساعات قصت ما يخلصش سبخة كريستو سمعت أنه تفضت بها مشكلة كليبالي باريكزامبل ما نعرف يوالي ثم نيقص يوالي لأي ذك تفض بها قصت من مستحقات توقتي شتوفها لأقصات كليبالي مع الأهل المصري تولينا تم موضوع هذك هما فهم أقصات واللي قاعد ساير هو أنه الانديا وقت اللي ما تخلصش في الوقت يصيرو دي بنالي تيدروتار وكي يتزيدو كل مرة ما يدخلصو شفاي ولا يبضحكو لعب 200-400 هاليو متاع الفولين متاع الفيديو متاعه اللي تكلم عال عال سكشون فوليد ولي وكيفاش الملعبية تمشي تخدم في القهوة باش يدبر مصروفه ويخدم منع شنوة باش يدبر مصروفه اي إذا كانت مششارك الكوب أنت بالنسبة لك الأولوية متاعك الكوب دافريك نقول لك أنا لا الأولوية متاعك هذيك راي ريطوال مكشف بولبرك راي ريطوال جمعية كيان كامل إذا كان أنت مش مشي أنا نزرب باش نخلص الديون قال شو الحب نشارك في الكوب دافريك ونخرج من البرمية تور راي غالط في حساب إذا كان تعمل دي زوبجيكتيف وتحب توصل لهم الكل فرد وقت راي مش تخسرهم الكل الوبجيكتيف إسانسيال دول إتوال دي كلب أفريكا تاو الدرجة بتذرق لأن ندي سفيقسي أنك تنظف وتبدأ تتمهد وتبدأ تبني على قاعدة صحيحة تخلي فريقك وقت يدخل للمنافسيات هذيك يدخل ويحافظ على قيمة فريقك وعلى اسم فريقي لأن تحب ولا نكره خروج نادي الأفريقي السلام الكاف خروج مخزي لأنه كان في بول ضعيفة برشا في معنا في بول نورمال مو تترشع فكان خروج مسيء للنادي الأفريقي هلش لأن النادي الأفريقي ما حذر لوش روحكم نادي الأفريقي ني بأاليز وقت تخلي يشارك في المنافسة هذية تعاود لنتي تجربة بنفس الإسبري مكش داخل كمام يا أخي أنا 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 عندي لكم سؤال مستعد مكش مستعد أولوياتك لأخرى تخلصها تستعد وبعد تشارك هاي تشارك لو ما عمل تشايف والله أنا عندي لكم سؤال والله ليكن تساعد الباقي وسامير فعليا ما معنى إنه ما نشاركوش شو ما معنى إنها ما تشاركش من وسابقات الفريقية تترشح وتعمل عدم شو معنا كيف ترشح وتنسحب أنا ترشح تروزية من الجام على الاتحاد التمتاعي مع الجامعة التونسي لأنه الكافش تاخو المرشحين من طرف الاتحاد التونسي جامعة تونسية تعتيك حسب الكلاس مالي بشي سي لا بالتشاور مع الاتحاد أنا كملت الرابع وسامير الثالث سامير قال ما نشاركش نمشي أنا لبعض هنا الشكال هو أعطيني المسؤول اللي عنده الجرأة أنه فريقه يترشح للكاف ويقول ما نينيش مشارك نقطة نقطة الأولى النقطة الثانية ناتي مثال ندي فريق عام من التالي خلص في جوان قبل جوان تقريبا ترشح للكاف خلص تقريبا خمسة مليون دينار خطايا يزربوا أنا متبع فيهم وقتها في الواحد يزربوا خمسة مليارات في جوان خلصوهم وصار تلتخوا وصار خمسة مليارات على حساب الميزانية وعلى حساب كذا ولكلوب ما وصلتش في الكاف ولا تلها هذاك عجز مالي في الميزانية والملعبية مايش خالصة ومشاكل أخرى مو ثم زادة تقميرها سامير نحاولو ديما ناخدو الامكانات ثم تقمير يقول لك أنا هيت خن نلعب في الكوبدافريك وش نعب كوبدافريك النجم نوصل أقصى حد ممكن نتو يرجعلي الفلوس هذيك في الأخر بالكل وهيت نلعب هيت تعطيني الكمبيتسيون الخمار يخلي الديارة تلكورة مبنية على الخمار تسيير ماهوش تقمير التسيير استراتيجي هاي ومثالش عندك الطموح أنك تشارك على أقل حذر فريق يكون لايق ومحترم أن ينافس ما نتصورش أنه ثلاثة الآن دي اللي كنا نحكي عليهم طوى ثلاثة أن دي ما نتصورش أنه ثلاثة أن يدخل الكمبيتسيون أفريكان ويخرجون من الدور الأول ترجع بالسلب ترجع مشكل بالسلب على الأجواء العام وعلى المشاكل دي كل حذر فريقة كون فريق محترم تكلم مع الجماهير متاعك صراحة بالحقيقة قولوا لهم الحقيقة قولوا لهم معناش قادرين معناش إمكانيات مالية فهمتني ثم تبدأ تحذر بشوية بشوية أما كي تدخل الكمبيتسيون وقتها تدخل للمنافسة واضح جدا إذن الموضوع دي أمزل للمتابعة لنجعله في قادم بأكثر تفاصيل يوم من هات 30 مي غدوة آخر أجل منتظر أنه بسيقع التمديد كيف وقت ومسجدات في خصوص هذا الموضوع فصل وراجعين الحلقة ثلاثة مع ملايك على شكوم مش تحكينا وشكوم المنتخبات وشني الكويز متاع اليوم مرحبا مرحبا مزالت 4 ساعة في الحصة متاعنا بشو تكون مخصصة ليورو 2024 أخر الأخبار معك ملايك معالوي مساء الخير مرحبا مساء الخير أيمن مساء الخير الحضور ومستمعينا ومشهدينا على ايافام ايافام تي بي أهلا عشو بشتحكينا بشنحكي لكم اليوم على زوز منتخبات على عكس العادة بشنحكيه على منتخب واحد بركة بشنبديو بنرجع شوية للتاريخ نرجعو النهار 30 نوفمبر 1970 هو التاريخ اللي صدر في قرار الأمم المتحدة في تقرير الشعب الفلسطيني مصير ووحده 30 نوفمبر زيدة هو ولادة وينستون شيرشل اللي هو رئيس الوزراء المملكة المملكة المتحدة السابق 30 نوفمبر مراهي 1872 هو التاريخ أول مباراة دولية في تاريخ كورت القدم واللي جمع دوز منتخبات فما منتخب كان لازم يسيفر ويمشي 614 كيلومتر بشي لعب هالمباراة زي واللي هو المنتخب الإنجليزي اللي بش نحكي وعليه الأولاني حسب رأيكم شكون قابل المنتخب الإنجليزي كنا نشوفه في المنتخب 1700 وقت 1872 وينستون شيرشل حاجة مع بريطانيا نتصورك نحن لا عطسيا وي ايم بتاع بي اندخلكم فسكي وشوفوا انجلترا اي اين عندي الإجاب سعبد الباقي نصور ما عندوش الإجابة سكوتلندا او الماتش بشيو 600 كيلومتر اي بشيو 600 كيلومتر في جلاسكو بشي لعبوا أول مباراة دولية في تاريخ كرة القدم ضد سكوتلندا ديك عليش لابسها باللخذ رابي إذا انتي سلتيك سلتيك سكوتلندا ما حتى شيره ويجي صدفار والله والوقت كما قلنا كونتر سكوتلندا دوك اليوم شو نحكيه على المنتخبات اللي بش تماثل بريطانيا في أورو 2024 واللي هو مزوز منتخبات انجلترا وسكوتلندا بريطانيا فيها هي منتخبات اخرين غير والدول اخرين غير سكوتلندا وانجلترا اللي هي الويلز والإيرلندا الشمالية فيتفي تعرفوش عليش البريطانيا متلعبش تحت اسم واحد بركة في كرة القدم على عكس الألعاب الأولمبية مثلا نلقاوا بريطانيا ما نلقاوش سكوتلندا دي ما تجين مخص سعاد بيخي كيدا عندك اللي جابة عليش بريطانيا متلعبش باسم بريطانيا بدربوا بريطانيا عليش لانجلوتير سكوتلندا ويدز عليش اولا هناك ثم فرق بين بريطانيا وبين انجلترا اي بذبط انجلترا وحدا سكوتلندا وحدا عليش ما يلعبوش بمع بعضهم عليش ما يلعبوش باسم بريطانيا العظمية كما الألعاب الأولمبية رفو تحتسم بريطانيا في الفيفا الانخيرات في الفيفا اتحادات مختلفة أربع اتحادات مختلفة كل اتحاد يمثل بشكل مش بعيد مش بعيد انهم هم أول جمعات كرة قدم في العالم هي متاع الويلس ومتاع بريطانيا متاع انجلترا ومتاع اسكوتلندا ومتاع ايرلندا اه اتكونوا هم اقبل ما تجي الفيفا اصلا كيجيت الفيفا عام 1904 تلقى للمتخبات هذي من اجموش يجمعوهم تحت اسم واحد وحبوا يعملوا برشا مسيعي انجلترا قبل وانجلترا انجلترا اللي كما نعرفوها الاسود الثلاث ولا ثري لايونز كما يقولو هما بلغتهم الانجلترا نلقاوها في المرتبة الرابعة في ترتيب الفيفا توا قبل بلجيكيا وبعد لبرزيل المنتخب الانجليزي اللي بشيكون تحت اشراف المدرب ساوث جيت جارة ساوث جيت في الورو هذي بشيكون في مجموعة ضم سلوفينيا وسربيا ودنمارك نتصور انها ميش مجموعة صعيبة برشة بالنسبة الانجلترا علىقال بشتتعدل الدور الانجلترا الهدف التاريخي للمنتخب بالانجليزي هو هاريكاين بـ 62 هدف في 89 مبارات والثاني حسب رايكم شكو سيه البرش وين روني بتغبط بـ 53 هدف في 120 مبارات كناجعوا شوية التاريخ مشاركة المنتخب الانجليزي في الورو شركة عشرة مرات في الورو اما ما حقتش حاجات كبيرة احسن غزولتاليها في الاخرانية في الاخرانية نحكيه ماذاك هذيش كنا نحكيه قبيلة وكانتشوف المشاركات الكل تلقى عندهم من افضل اللاعبين والمنتخبات ومهزت حتى مرة ذاك عليش الانجليزي هو الحصة نحكيه على المشاكل نحب نخذوه الانجليزي نحكيه نحكيه المنتخب الانجليزي كما قلنا شركة عشرة مرات احسن مرة هو الوصيف بطل اوروبا في 2020 كونتر ايتاليا وقتها خسرت بضربات الجزاء وقتها في ويمبلي وقتها واخيب واخيب ولا اسوأ الغزولتال برشة مرات خرجت من الدور الأول يعني في عشرة مشاركة خرجت على الأقل 3-4 مرات سامير في الليكيب نحكيه لحقيقة كما كل مرة الانجليزي عندها جمعية قوية السنير تم في الفود ونفضل لعفة برمير ليغ بيلينغام بريكين وولكر وصون وملاعبية تبارك الله ومشاء الله نجم تعمل حاجة السنير لانجليزي وإلا أن السنير وخيبها مرة أخرى بسبب الموضوع البرمير ليغ وأن الجوارات وقت اللي تجي الكوب ديماند وقت اللي تجي لورو يبدأوا كاو ومعاتش عندهم الرسورس مانتال وفيزيك وشي نجموا بالضبط نشوف القيمة التسويقية متاع اللعبية متاع الإنجليز تلقاها هم في الطوب في العالم مش كان في أوروبا في العالم الكورج تشوف لسامي ترعب وتشوف القيمة التسويقية ترعب النفس المشاكل بيش نعود يلقاها الإنجليز أنو نهاية البطولة المرهقة المتعبة وكذا الفرق بين الإنجليز وبين الكالتش وبين ألمانيا بين الليجا تلقا تنفيسها في البطولات الأخرى تلعب ماتشا كبير ثم زوز ماتشويت في الملاحة ريالت نجم تلعب مع بارسلون ثم تلعب مع قادش ثم تلعب مع كنات تنفيس شوية ترجع في الإنجليز ليه الإنجليز كل أسبوع النار شعلا وهنا ومش كان البريمير ليجا ثم الف اي كاب الف اي كاب وثم كاس الرابطة وراء بعض وفي اللخ القول هم حل أنه عندك الحق في عقود أكثر وكذا أكثر وفروس أكثر بيش تعمل في نفس الفريق أذاك عليش نشوفوا ليفربول عندها 25 لعب في نفس المستوى ولأنديا الإنجليزي لكن هدا كله مهوش كافي ملاحظة الملاعبين اللي تلعب خارج انجليترا نتصور أنهم مش يكونوا في مستوى كبير هنا نحكي على جود برينجام ونحكي على هاريكين لأنهم يلعبوا خارج انجليترا مش يكونوا في المستوى متاحهم باقي اللاعبين اللي يرتاح شوية جاتوا إصابة في أول عام وملعبش ممكن يقدم مردود لكن في الفودين مثلا اللي عدى موسم كبير ياسر نستبعد تستبعد مش عمل أنه يتألق بالكالفية هذي خلني أخذوا رأسي عودل بيخ في الموضوع بيلينج هام عاد انتي لعب الريال اللعب المفضل بل يرزمو بو أنا أنا نعرف الانجليز مليح لأني عشت مع الانجليز آه عشت معه بياشور شو عشت معه قريت مع انت غادي بياشور برشا حاجيت بقى ما يعرفوه مش رأوا لعباد قريت في بريطانيا ولا في امريكا في الزوز شوير عمت على لندرا من الكل يارفهم في لندرا ولا وين في لندرا قريت في كانتبري كوليج في مقاطعة كانت في بريطانيا اللي تبعد نص ساع لندرا سيبيا سيبيا ما يعرفوهم شو لا حاجة رايس تشيرج اسمو يعني كل جمعة هرشول 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 وهدي وهدي مدينة كانتبري هدي سي سامير ما فيها حتى بني عالية كلها كل واطي كل واط كماليها عليش لأنه ثم عندهم لإجليز متيح مغادي لا يمكن أن يعلو على الإجليز أي بلا ومدينة كئيبة جدا وعشت فيها هدي ونستنى وقتش نكمل الفورماشيون بتاع بش روح وقته في تار الحمد لله ما عنده جمعية يعني تلعب سمع سمع انجليز هم بي آآ الانجليز آآ وعليش الانجليز ما هم مش قاعدين يهزو شرتو المده هري طو كي تتفرج انتي في ليفربول وفي سيتي وفي مانشستر تتفجع لانه لعبه موش لعب انجليز هذو عليش موش لعب انجليز بسبب المدرب اللي قاعد ايراني جنيرال موش انجليز يا الماني يا اسبانيوري يا وعن ثم بي اغلبية اللاعبين اللي موش انجليز علور هنا دخلت الفرق الانجليزية في فلسفة لعب مختلفة عن الفكر الانجليزي الكونسيرفاتور اللي هي يعتمد عليه المنتخب اللي هو يعتمد عليه المنتخب وكيش ييلعب وما يلقاش روح هوي هوي هذك عليش لكلكو جوار انجليلي في السيتي معا الارجنتيني والفرنساوي وكذلي معا اوترونور ويسبري اخر خلقنا طبخة جديدة مختلفة عن عقلية الانجليزية تماما والانجليزي راهو لا يغيروا عادتها راهو يقلب عليك اللي يقول لك الانجليز ما يبدلو ما يبدلو ني هذك اللعب حمالي يحبوه ولي بصدرينه طوه في البلدان الانجليفونية تمشي تفرش فيها حتى في فريقيا تخي يقول لك يلعب فوتبول انجلي هم هلور فوتبول انجلي قاعد يمحي داخل البطولة سيرتو في الاندية الانجليزية الكبرى وهذا اثر عليك مدربين كما كلوب كما جوارديولا قاعدين يبدلوا في الاسبري بملعبية ما هوم اش انجليز هفير لبيتهم تعتقد انه بش تعمل حاجة سني الانجليزية ولا لا اي ولا لا بسرعة الانجليزية في تاريخها في المنتخب تاريخ متوسط جدا برابور الامكانياتها الروعة بطولتها هزا كوب ديموند واحدة عام ستة وستين بكورة لتوني جيد له عليها دخلت ما دخلتش فهمت عام ستة وستين في بطولة عالم اي اي عاملة وعاملة في الورود الف وتسعمية وثمانية وستين وهز زي اللي كما تبقل التحرق ما زم حتش ايخ وسني ان شاء الله يتكمل على العادين بباركات من الحباء المنتخب الانجليزية يا عبدالباقي خلنا حاجة لسكوتلندا حكينا على سكوتلندي له سكوتلندا الفريق البريطاني الثاني وفيه ما يتمشمش منتخب سكوتلندا فيه ما يتمشمش خاطر خاطر سكوتلندا عندها برشة برشة لعبين كما نقول واندر ريتد معناها امو نجمو نشوفهم سني في في نيفو به كما روبرتون متاع متاع ليفر بول لارير جوش متاع ليفر بول كما مكتوميني ولا بندوك متاع ليفر بول نجمو نشوفهم على فكرة بندوك هو أصغر لعب في سكوتلندا عمره 18 سنة كهو لا شاركش برشة مع ليفر بول سني في مباراة وحيدة بركة شرك اما نجمو نشوف حاجات به فما البيو متاع السان فيلا زي دار فما البيو متاع السان فيلا وفما لعب آخر في ريال سوسيداد في فيلا ليجة زي دار فيتفى على سكوتلندا نحب نقول المعلومات صغيرة خاطر سكوتلندا فريمان بنسبة لي نحنا ما نعرف ويش اما بش قولكم حاجات بش نحس ولي راه راه سكوتلندا قريب طلنا بارشة آآ فهم اختراعات اسكوتلنداية اللي هي التليفون واللي هو التلفزة هم اختراعات اسكوتلنداية وفيش قريب طلنا اختر احنا تليفون نستعملوا فيهم آه نستعملوا فيهم معناها احنا نحس الني وحاجة اخرى على سكوتلندا حاجة من نجموش نتعديو عليها اللي هي التضامن مع الشعب الفلسطيني سخته بنسبة لسيلتيك هذيك عليش لبس اليوم بالخضر ولا بيل لينا تضامن مع الشعب الفلسطيني تضامن من قبل سبع اكتوبر الفين وثلاثة وعشرين تضامن من اللي بديت وخش نرجعو شوية تاريخيا عليش تضامن سيلتيك مع القضية الفلسطينية هي داير سيلتيك خرجت فك الدخل متاع الاسبيرانس مشجع سيلتيك عليش نو علقتهم بالفلسطين هي ترجع لتاريخ قديم برشا انه انه قبل صارت صارت فقر ومجاعة وظلم مقامة بالنسبة للشعب الارلندي ولي لجاء وقتها لسكوتلندا ونفس الحاجات بخيزك عاشوهم اللي عاشتهم ايرلندا عاشهم للشعب الفلسطيني ولي جاءوا لسكوتلندا الملك الاسكوتلندي وقتها رجعهم قالهم انتوما كيما قولوا اقل منا قيمة وقتها جاء الرجل الدين سكوتلندي وعمل اكيب اسمها سيلتيك ودونك عام 1887 عامل اكيب سيلتيك ومن وقتها تاريخيا نقعد السيلتيك تتضامن مع القضية الفلسطينية ومع الشعب الفلسطين ايو بشي نزيد عليك حاشتين في اللي بخلافة التليفون واحد عندهم دربي قوي ياسر كيمة دربي كلوب اسبيرانس ومع عندهم غادي سيلتيك ورنجس حاجة قوية ياسر ماتش يوفة خمسة خمسة ستة خمسة وعندهم مهم جدا للمزود كيفاش محكيتش عالمزود ايو بكل ايو بكل جوب اكل يلبسوها ايو نعم وعدهم عندك دربي على مستوى المنتخبات انجليتير اسكوتلندا لو الانجليز وسكوتلنديين محبوش بعضهم ايو وسكوتلندا وعاصمتها ايديمبرغ من اعز البلايسة اللي تزورهم في حياتك يكفي ان يقول لك عكس المدينة اللي عشت فيها ها عكس المدينة اللي عشت فيها لا ما نشينا عند سكوتلندا وعادينا فيها فيها ايه من اروع المدنة اللي تتفرش فيها في العالم كلي شاتو وكي الجو بالنظافة ايه راوا تحط تتكها في تتمند في الكيس وضرقت مم على ما سشي ينضيف مم على ما اجمل المدن والانجليز يتهموا السكوتلنديين ديما بالبخل هذا وسكوتلنديين يردوا ازادا بنفس التهمة على الانجليز ايه هو في اخر الامر معناها البريطانيين كلهم بو خلالة لما كان عاش معهم مرجاع اذهلو عمل مجالد اخر. بو خلاب معنى بيصرفوش قرنطة معنى هوا مش قرنطة هوا ما عندهم مو ديفي. ايه اه اقول لك حاجة. سامحوني ايه مش حكيلك فازا في الفقلتي ايه انا وقت الالالالالالشيت هزيت معاي برشة وطا يتديون صغير هزيت معاي برشة دخان. دورشة دخان. من شاشعوش عالتدخينة سامحونا بيش حكيركم الحكاية وثم في الفاكولتي وقتها ثم مكينة متاع دخان ودخان غالي في انجليتيا تروى ثلاثة بانديت معناها الباكو في ثمانينات ثم ايتي ديو فاعليه باكو واحنا في السالون هذي بشأن المكينة يلقى ما ثماش مديت له انا ما صدقش قد اخوضها واخوض من عندي ما صدقش اللي مش تعطيه بلايش ما صدقش اللي مش تعطيه سيجاره بثانكو عندنا فوعد ما صدقش ناتيو الورد عميستيج وهيكا امتيع ايه كامتاع بلايش بتانا يستدعاك على قهوة الانجليزية يقول كايبرنا عملو قهوة وتخلص قهوة تخلص قهوة تخلص قهوة تدعوة جيش للاهوة معنا عد بسيبة باش مشيبعه اما بعد كي نقعد وتخلص متاع أخويا شعب معنا صفور فير خير منهم اي اوني اوني اونيكي جنراء باي يعطيك صاحا مادموزيل ميليك هو اللي وقت كان نضيق باش نحكي لك برشة طراف على الانجليز نعملولا حلقة واحدة بي حلقة الاخرة طراف عبد بيتي نعملولا مزل عنا الوقف في شوارع لندرا وفي شوارع سكوتلندا ذاية جي شابيت رحلو بالغيب الدخان والميكينا ويجاوا لكبير يلا راب ممكننا يجي تيديو يوم كوش عد صنع الاسبوع القادم نحكيه وعلى هنا واينز نقلة فيكم وطير قال لكي نعم بومزيود بشيب ميني كولير نابل كوجينا هاين هو سكوتلندا نعم نعطيك صحا سامير شكرا سعود بيقي شكرا مليك أعطيكم صحا نسكول في المتابعة واللسي ماكي لعدى مول تقانا غدوة في نفس التوقيت وفي حلقة جديدة تسبوع الأخير